الاتحاد الدولي ان كهرباء جاهز جاهز بنص الفلوس جاهز بنص الفلوس بس الحقيقة الحقيقة ان كهرباء جاهز بكل الفلوس خلاص كهرباء مع كل فلوس الغرامة بس الشؤون او اللجنة القانونية بتاعته قالت ايه قالت اننا كهرباء جاهز عاجل محمود كهرباء يلون ايقافه رسميا ببيان من الفيفا اول تعليق من مرتضى ماصور بعد ايقاف محمود كهرباء بسبب فوز لقش السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على 100 جول 14 برو ماكس وسحب على 100 الف جنيه مصري كل الشروط تتفرق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة عاجل محمود كهرباء يلون ايقافه رسميا ببيان من الفيفا كشف اسامة حسن نجم الزمالك والمنتخب الصابق عن موقف النادي من غرامة محمود عبد المنعم كهرباء نجم الاهل لصالح الفارس الابيض واكد اسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الفترة التي قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لدفع الغرامة تنتهي مساء اليوم وسيكون من حق الفيفا ايقاف كهرباء مرة اخرى لمدة تصل عام ونصف واضف اسامة حسن ان مجلس ادارة الزمالك لن يتهاون مع كهرباء خاصة ان مجلس الادارة يلبط البطل الشماهير التي ترغب في عقاب كهرباء عقب تهربه من النادي فجأة واضف ان كهرباء مهدد حاليا بالايقاف لفترة طويلة للغاية مشددا ان مجلس ادارة الاهل قرر يعرض اللعب لأي نادي خليجي حتى يتكفل النادي الاخر بدفع قيمة الغرامة كاملة وتحدث الاعلام سيف زهر عن اخر مستجدات الوضع للنسبة لغرامة محمود عبد المعيم كهرباء محمود كهرباء الذي تنتهى اليوم المهنة الممنوحة للعب من المحكمة الرياضية الدولية لسدد الغرامة الموقعة لصالح نادي الزمالك هذه الغرامة بسبب هروب اللعب من الزمالك الى الدور البرتغالية ككبر العودة للنادي الاهل كما يعلم الجميع اول تعليق من مرتضى منصور بعد ايقاف محمود كهرباء بسبب فوز الاقشع اصبح نادي الاهل المصري مهددا بعقوبات من الفيفا في حالة ايقاف لعبه محمود كهرباء بسبب النزاع القضائي الذي حكمت فيه محكمة التحكم الرياضية ضده لصالح النادي الزمالك المصري وبالنظر لنهاية المهلة التي حددتها الفيفا لاداء اللعب المصري للغرامة فان نادي الاهل مهدد بعقوبات صاربة في حال اشراك لعبه محمود كهرباء مما الوداد البيضاوي هذا الاحد في نهاي ابطال افريقيا ونقلت مصادر اعلامية مصرية لنهاية الزمالك ارسل الفيفا حول عدم امتثال لعبه السابق ولعب الاهل حاليا محمود كهرباء بتهزيد الغرامة في الوقت المحدد من قبل محكمة التحكم الرياضية دولية وهو ستين يوم منذ فبراير الماضي واكرت محكمة التحكم الرياضية قد اصدرت الحكم التالي ثبتان سيد محمود عبد المنعم كهرباء مسؤول عن الفشر الامتثالي الكامل للحكم الصدر عن محكمة التحكم الرياضية بتاريخ امر سيد محمود عبد المنعم كهرباء سلطان بالدفع لنادي الزمالك عن النحو التالي دفع مليوني دولار كتعاويدا عن الاخلال بالعقدة ودفع خمسة بالمئة فائدة سنويا عن المبلغ المذكور اعتبارا من العشر من يونيو 2019 شاهد فوزي لقجع يهز مصر ويعلن تغيير الحكم الى حكم المغربي الرسميا اكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق ان زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وريدرا كراكي لمعسكر الوداد امر طبيعي وجيد للغاية مؤكدا ان هناك ازمة في مصر وهي التصنيف فكل فرد سيخرج ليقول لماذا قام في توريا بزيارة معسكر الهل ولم يزر معسكر نادي اخر وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس بوكس الذي يبث على قناة اي تي سي من الطبيعي ان تكون هناك مساندة طالما فارق يخض منافسة قارية بالاضافة لضرورة وجود دعم من وزير الشباب والرياضة وليس اتحاد الكرة لان الهل يخض نهاي قاريا ولابد من دعمه ومساندته بشكل قوي لابد ان يشعر اللعبون انهم يمثلون بلدا كاملا واضاف يجب ان يحضر كولر نفسه لكافة السنريوهات في حالة التعادل السلبي او دخل هدف او تسجيل هدف كل شيء ممكن اي مدرب قد يفاجأ بامور معينة داخل الملعب او بحالة لاعبين واعتب على المدرب في المباراة الماضية في تواجد ديانج لفترات طويلة مع وجود عمر السلية خارج الملعب يجب ان يكون التعامل بشكل سريع شاهد تصريحات محمود الخطيب بعد قرار تغيير حكم الوداد والاهلي يواصل مسؤول الناد الاهلي برئاسة محمود الخطيب العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العدد من الصفقات القوية من اجل تدعيم صفوف المرد الاحمر بالموسم القادم وحاسم مسؤول التعاقدات بالناد الاهلي التعاقد مع اللعب محمد رضا بوبو نجم الفريق لهو لكرة القدم بنادي فيوتشر افسي لتدعيم الخط الهجومي للمرد الاحمر بالفترة المقبلة ويسع مسؤول الناد الاهلي التعاقد مع صفقة اخرى لتدعيم الخط الخلفي للفريق حيث يرغو في التعاقد مع اللعب عمر كامال عبدالواحد ظهير وايمن فريق فيوتشر افسي ويلتق الفريق الاول لكرة القدم بالناد الاهلي مع نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي مساء يوم السبت المقبلة الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالرباط عاجل جدا محمد يوسف يعلق على اصابة مصطفى شبير قبل مباراة الوداد يسعى الناد الاهلي الى فصل القول في التعاقد مع احد اكبر الصفقات الافريقية خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على طلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للناد الاهلي الذي شدد مرارا وتكرارا على ضرورة الحصول على لعب متميز بامكانيات كبرى وتمر ديليفوريش جون فيليب كاراسو لعب ومهاجم سنت ايتيان الفرنسي المنتهي تعاقده على قوائم المرشحين للحصول على خدماتهم في الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بناء على ترشيح العديد من الوكلاء وعلم موقع اخبار الناد الاهلي انه سوف يتم عرض مليون ونصف دولار على اللعب من اجل استقدامه الى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة وان اللعب يستغل نقطة ان عقده ينتهي وان كل الاندية تسعى للحصول على خدماته واضف المصدر ان كاراسو سوف يستغل هذه النقطة ويطالب العرض المادي لعلى بينما يضع الناد الاهلي المقابل المادي سالف الذكر كأحد اهم العروض التي جاءت الى اللعب مؤخرا شاهد تصريحات محمود الخطيب عن مصطفى شبير وسبب الاصابة اكد الناد الاهلي انه ليس له علاقة بالبيان الذي خرج اليوم من جمعية اللاعبين المحترفين في بيرو لانه ليس هناك لعب واحد تقدم بشك وضده وقال مصدر بالاهلي في تصريحات خاصة لصدى البلد ان الاهلي يحترم تعاقداته وليس هناك لعب اجنبي او مدرب قدم شك وضد الاهلي لعدم الحصول على مستحقاته واضف معرف للكل من هو الكائن الذي عليه قضايا بالجملة والاهلي ليس لعليه جنيه او دولار لنادي او لاعب او مدرب اجنبي ووجهت جمعية اللاعبين المحترفين تحذيرات شديدة لهجة للاعبين من اللاعب في مصر بسبب عدم احترام الانديا المصرية للتعاقدات وانتشار النزاعات القضائية بشكل كبير خلال الفترة الماضية والان عزيزي المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع النادي الاهلي من ظلم من الكاف والاتحاد الافريقي لا تنسوا ان تشاركون بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرسة لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي